تعال نتعرف على كيفية إنشاء الليست وعرض العناصر اللي فيها عشان تنشئ الليست أول حاجة لازم تختار اسمها فمثلا أنا هختار friend أو friends تساوي وهعمل الـ squarepacks وهبتدي أحط القيم بتاعتها زي مثلا أنا عندي صديق اسمه أحمد وعندي حازم وعندي محمد ومثلا عمر كل عنصر من ده هو هنا بياخد رقم معين والناس اللي درست معي جافا سكريبتة عارفين إن الأرقام دائما في المصفوفات بتبتدي من صفر يعني هنا ما تحسبش 1-2-3-4 لا هنا تحسب 0-1-2-3 الدليل على الكلام ده إن أنا لو جيت مثلا عملت print friends طبعا هنا في البيثون أنت ممكن تطبع المصفوفة كلها بالمنظر ده أحمد حازم وحمد عمر ولو أنت كمان عايز تتأكد إن دي list أو set أو أيا كان النوع المصفوفة دي فبكل بساطة بتضيف بس type الدلة بتاعة type بتعرض قدامك نوع المصفوفة دي أو المتغير ده ايه فهي تعرض قدامك class list يعني دي عبارة عن list طيب خلينا بقى نستدعي أول عنصر وهو مثلا رقم 0 فبالتالي يطبع قدامك إن أول واحد في المصفوفة هو أحمد اللي رقم الإندكس بتاعه 0 ولما أنا جبت مثلا رقم 3 اللي هو هنا المفروض الترتيب الرابع لكن هو في الأصل واخد إن ديكس رقم 3 هتلاقي بيعرض لك عمر بايثون بصراحة من اللغات المتطور فيها قوي من موضوع التعامل مع المصفوفات يعني مثلا خليني أضيف كمان اسم يوسف وأنا هنا عايز أعرف آخر عنصر في المصفوفة هو إيه طب دي أعمل إيه بقى هفضل ألف وأشوف اللينس والحاجات دي كلها لأ بكل بساطة بتعمل سالب واحد مينس واحد دي معناها أعرض لي آخر واحد في المصفوفة ففي الوقت ده يعرض لك يوسف يوسف آخر واحد إذن يبقى ده لو أنت عايز تجيب آخر آيتم بتعمل مينس واحد تقدر كمان إنك تعمل رينج يعني أن أنت تعرض مثلا عدد عناصر معينة من إله يعني لو أنا قلت له مثلا يعرض لي من صفر وهستخدم علامة الكولن أو اللي هي النقطتين الفوق بعض إلى مثلا رقم 2 في الحالة دي أنا بدي له رينج معين يعرض العناصر فهتلاقي بيعرض لك أحمد وحازم فعلا صفر أحمد وواحد حازم وبعد كده بيتوقف عند الرينج اللي هو الاتنين اللي هو رقم 2 ده ما بيعرضوش لكن هو بيتوقف عنده بينما لو أنا جيت زودت مثلا أو جيت قلت من واحد إلى رقم 3 هتلاقي بيعرض لك حازم ومحمد فعلا لإن حازم واحد محمد اتنين وطبعا عمر اللي هو رقم 3 فبيتوقف إذن يبقى أنت ممكن كمان تحدد الرينج العناصر اللي أنت ممكن تستخدمها أو تعرضها عندك بينما كمان في حاجة جميلة جدا 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 هو إنك تقول مثلا ابتدي بدل ما تكتب من الصفر هتقوله لا ابتدي من الأول لحد مثلا رقم 3 ففي الحالة دي يعرض لك أحمد وحازم ومحمد أحمد صفر حازم واحد محمد اتنين وطبعا رقم 3 بيتوقف عنده فبدل ما تكتب صفر يعني كأنك بتقوله ابتدي من البداية خالص بينما لو أنت عملت العكس لو قلنا له مثلا ابتدي من رقم اتنين هتلاقي بيعرض لك محمد وعمرو يوسف يعني هو ابتدى فعلا من الاندكس اللي هو رقم اتنين ادي صفر واحد واثنين محمد وفعلا عرضه وعرض عمر وعرض يوسف ويعرض أي اسم تاني انت عايز تدخله يعني بمعنى تاني يعرض لك كل اللي في المصفوفة خلينا مثلا نضيف كمان خالد وهنكرر نفس العملية هتلاقي محمد عمر يوسف خالد إلى آخره وممكن كمان تعرض أو تعمل رينج ولكن بطريقة عكسية يعني ايه؟ يعني مثلا لو هنقوله اعرض لي من سالب اربعة إلى سالب واحد يعني بمعنى تاني في الحالة دي لو انا قلت له مثلا اعرض لي من سالب واحد لسالب اربعة هتلاقي بيعرض لك محمد وعمرو يوسف محمد عمر يوسف ليه؟ لانه حسب ان يوسف هو كأنه واحد وعمر اتنين ومحمد تلاتة وحازم طبعا يعتبر رقم اربعة اذا يبقى كأن لما انت بتعمل بالسالب بتتبدل الاندكس يعني بدل ما واحد هنا حازم لأ اصبح السالب واحد اللي هو ما يقابله من اللي مين اللي هو يوسف اذا يبقى يوسف عمر محمد سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة وحازم طبعا مش هتعرض لان ده يعتبر سالب اربعة فبالمنظر ده طبعا هو هنا الترتيب بيفضل زي ما هو محمد وعمرو يوسف ولكن العملية بتمشي زي ما انا وريتك بالزبط لو انت عايز تعرف عدد العناصر اللي موجودة في الليست فبتستخدم الدلة بتاعة لين لين دي اختصار للين وبعد كده بتحط اسم الليستة فبالتالي المفروض بيتبع قدامك العدد قد ايه اللي هو رقم ستة لان فعلا ستة عناصر وده ملوش دعوه بالاندكس هو اي نعم صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ولكن العدد الفعلي اللي العناصر هي عبارة عن ستة عناصر في لستة فرينت تقدر كمان ان انت تفحص هل العنصر ده موجود ولا لأ من خلال الشرط f يعني مثلا f امر يعني عمر in فرينت اعمل لي print امر in the list اما في حالة else print امر not in the list يعني تقدر بكل بساطة ان انت تعمل الفحص من خلال كلمة in وكأنه بيدور على القيمة وفين in friends او جوه الليستة فطبعا طالما عمر موجود هيعرض قدامك امر in the list اما لو احنا مثلا حزفنا عمر فالنتيجة هيقول لك امر not in the list يعني عمر مش موجود في الليستة او القيمة دي مش موجودة في الليستة